يمكن أكتر موضوع الناس بتتكلم عنه اليومين اللي فاته هو موضوع الحزن والضيء والمشاكل اللي ممكن تسببها الضغوط النفسية لصحة الإنسان وده طبعا بعد الكلام الانتشر عن أنه السبب الأساسي لتدهور الحالة الصحية للروح الأحمد رفعت كان الضغوط النفسية الكبيرة اللي تعرض لها وده اللي خلا ناس كتير قوي تسأل هل ممكن الحالة النفسية السيئة تؤدي للوفاة أو يمكن أزمة صحية كبيرة ولأن الموضوع فيه أسئلة كتير حيكون معينا في الستوديو دلوقتي الدكتور محمد الفايد استشاري الصحة النفسية والحقيقة ضفنا من أكتر الأطباء النفسيين الفيديوهاتهم ونصايحهم محقا انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا أهلا بحضرتك يا دكتور يا أهلا بيكم حضرتك أكيد سبعة التقديمة وفعلا الناس تتخضد جدا بعد وفاة أحمد رفعت أول سؤال سأسأله حضرتك هو السؤال اللي يمكن أنا لسه ترحوه دلوقتي هو هل فعلا الديء والحزن ممكن يؤدي الوفاة يعني كنا بنسمع أنه ممكن الواحد يعيه ممكن الواحد يكتئب ممكن الواحد قلبه يجعه بس هل ممكن الحزن يوصل أن الإنسان يموت طبعا ممكن الأول بس بنقدم تعزينة لعب المصري أحمد رفعت الله يرحمه احنا شفنا الموقف ده حصل كتير يعني مش أول مرة تحصل ممكن فعلا كسرة الضغوط تأدي إلى توقف عضلة القلب أخطر حاجة يعني احنا كنا دايما بننادي بنقول يا جماعة أخطر حاجة ممكن تؤثر على صحة الإنسان وتبقى كفيلة أن هي فعلا حرفيا تقضي على حياته ولا أشهر الأمراض يعني ولا السرطان ولا السكر ولا كل الأمراض الخطيرة دي هو الاسترس الاسترس بيجي من إيه؟ بيجي من قسرة التراكمات أن أنا أفضل شايل في نفسي وأكتم مشاعر سلبية كتير وضغطي يحصل في مشاكل مع الوقت ممكن فعلا يؤدي إلى مرحلة أن أنا خلاص ما بقتش قادر أستحمل ده طبعا بيعمل تغيرات فيسيولوجية كتير جدا بيأثر على ضغط الدم على إفراز الهرمونات بيأثر على عضلة القلب فعلا ممكن توصل احنا شفنا كتير أن حد تلاقيه الدايق قوي قوي أو كتم في نفسه كتير قوي فجأة يحصل له مشكلة ضغطه يعلى قوي ممكن تؤدي إلى جلطة ممكن تؤدي إلى سكتة دماغية ممكن فعلا تتوقف عضلة القلب فده فعلا كلام علمي موجود وخطير جدا وإحنا ندينا به كتير جدا أن أنا ما سيبش نفسي أبدا للمرحلة دي لأنه فعلا بيمثل خطورة كبيرة جدا على حياتي شكرا